انتشار عدد المراكز صراحة أنا أشوفه شيء سلبي إحنا نحب أنه الخدمات بتوصل إلى أكبر فئة من الناس والمستفيدين يصيرون أكثر لكن المستفيدين الحقيقيين اللي يحتاجون هذا الشيء بشكل واضح وبعدين البلاستيك سيرجيري لازم نتعامل معها كأنها مثل لقجيري برانتز ما ينفع أن البلاستيك سيرجيري تصير زي ساندويش شاورمة بحيث أن كل مواطن في كل حارة في كل منزل يسوي بوتوكس وفلر وعملية تجميل وعملية حقن وعملية نفخ هذا يخلي الموضوع هوس يخلي الانتشار للزبون الخاطئ أو العميل الخاطئ بتكلفة اقتصادية أقل مما تنعكس سلبا على جودة الخدمة وسلامة الخدمة اللي قاعدة تقدم لأن أنا اليوم لما أنتشر هذا الانتشار الكبير صعب أني أحافظ على الكواليتي والجودة وتصير لما النافس بالأسعار المتدنية هذا حيكون على حساب سلامة المراجعين والمرضى ترجمة نانسي قنقر